بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس الخامس والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أباح لعباده الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث التي تضرهم في أبدانهم وأديانها الصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بين للناس ما أنزل إليهم من ربهم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم الحديث في بيان أحكام الرباء ونتناول في هذه الحلقة إن شاء الله بيان ربى الفضل لأننا قد استكملنا في الحلقة السابقة الحديث عن ربى النسيئة فربى الفضل عبارة عن الزيادة في أحد العوضين وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أشياء هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل بينهما لأن يكون أحدهما أكثر من الآخر قولاً واحداً لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد رواه أحمد ومسلم فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع أنواعه من مضروب وغيره متفاضلة وعن بيع الفضة بالفضة بجميع أنواعها متفاضلة إلا مثلاً بمثل يداً بيد سواء بسواء وعن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر بجميع أنواعه والملح بالملح إلا متساوية مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة فيحرم فيه التفاضل عند جمهور أهل العلم إلا أنهم اختلفوا في تحديد العلة والصحيح أن العلة في النقدين الثمانية فيقاس عليهما كل ما جعل أثماناً كالأوراق النقدية المستعملة في هذه الأزمنة فيحرم فيها التفاضل إلى بيع بعضها ببعض مع اتحاد جنسها والصحيح أيضاً أن العلة في بقية الأصناف الستة البر والشعير والتمر والملح هي الكيل أو الوزن مع كونها مطعومة فيتعدى الحكم إلى ما شاركها في تلك العلة مما يكال أو يوزن وهو مما يطعم فيحرم فيه رب التفاضل قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والعلة في تحريم رب الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم وهو رواية عن أحمد انتهى فعلى هذا كل ما شارك هذه الأشياء الستة المنصوصة عليها في تحقق العلة فيه بأن يكون مكيلاً مطعوماً أو موزوناً مطعوماً أو تحققت فيه علة الثمنية إن كان من النقود فإنه يدخله الربا فإن انضاف إلى العلة اتحاد الجنس كبيع بر ببر حرم فيه التفاضل والتأجيل لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد وإن اتحدت العلة مع اختلاف الجنس كالبر بالشعير حرم فيه التأجيل وجاز فيه التفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد رواه مسلم وأبو داود ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يداً بيد أي حالاً مقبوضاً في المجلس قبل افتراق المتبايعين أو أحدهما عن الآخر وإن اختلفت العلة والجنس جاز الأمران التفاضل والتأجيل كالذهب بالبر والفضة بالشعير ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل من جنسه إلا كيلا ولا موزون من جنسه إلا وزنا لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزناً بوزن والفضة بالفضة وزناً بوزن والبر بالبر كيلاً بكيل والشعير بالشعير كيلاً بكيل ولأن ما خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التساوي وكذلك لا يجوز بيع مكيل بجنسه جزافاً ولا بيع موزون بجنسه جزافاً أي خرصاً لعدم العلم بالتساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل كلاهما لا يجوز أيها المستمعون الكرام ومما يتعلق بهذا الباب ما يسمى بالصرف وهو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكها معها في علة الربا وهي الثمنية فإذا بيع نقد بجنسه كذهب بذهب أو فضة بفضة أو ورق نقدي بجنسه كدولار بمثله أو دراهم ورقية سعودية بمثلها وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في المجلس وإن بيع نقد بنقد من غير جنسه كدراهم سعودية ورقية بدولارات أمريكية مثلا وكذهب بفضة وجب حينئذ شيء واحد وهو الحلول والتقابض في المجلس بأن لا يفترق وبينهما شيء وجاز التفاضل في المقدار وكذا إذا بيع حلي من الذهب بدراهم فضة أو بورق النقد وجب الحلول والتقابض في المجلس وكذا إذا بيع حلي من الفضة بذهب مثلا أما إذا بيع الحلي من الذهب أو الفضة بحلي أو نقد من جنسه كأن يباع الحلي من الذهب بذهب والحلي من الفضة بفضة وجب الأمران التساوي في الوزن والحلول والتقابض في المجلس أيها المستمعون إن خطر الربا عظيم ولا يمكن التحرز منه إلا بمعرفة أحكامه ومن لم يستطع معرفتها بنفسه فعليه أن يسأل عنها أهل العلم قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا يجوز أن يقدم على معاملة إلا بعد تأكده من خلوها من الربا ليسلم بذلك دينه وينجو من عذاب الله الذي توعد به المرابين ولا يجوز تقليد الناس فيما هم عليه من غير بصيرة خصوصا في وقتنا هذا الذي كثر فيه عدم المبالات بنوعية المكاسب قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر استعمال الربا ومن لم يأكله ناله من غباره نسأل الله لنا العافية والسلامة وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين